المزيد بشأن ما در في مباحثات رئيس مجلس الوزراء مع نظيره الفلسطيني يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس مباحثات رسمية هي الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة وتحديدا بمقر مجلس الوزراء ولكن ما يميز هذه المباحثات أنها ما بين الجانب المصري والجانب الفلسطيني مؤتمر صحفي لدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع نظيره الفلسطيني الأستاذ محمد اشتيا هذا المؤتمر الذي تحدث فيه الدكتور مصطفى مدبولي عن ميزة هذه المباحثات الرسمية الأولى أنها مع الجانب الفلسطيني وهو ما سيظل في قلب المصريين وسيظل في تاريخ العاصمة الإدارية الجديدة ولكن دائما ما يميز النقاشات المختلفة المباحثات المختلفة بين مصر والجهة الفلسطينية هي الدعم الدائم من مصر للقضية الفلسطينية وتحديدا الجهود المختلفة التي تسعى دائما بها جمهورية مصر الأربية لدعم القضية الفلسطينية وأيضا التعاون المشترك لتخفيف ورفع العبء عن كاهل الشعب الفلسطيني بالطبع الحديث كان عن مناقشات ما بين الجانب المصري والجانب الفلسطيني في العديد من المجالات بحضور وزراء الصناعة والتعليم العالي والإسكان والصحة والأوقاف والعديد من الوزرات المختلفة على الجانب المصري والجانب الفلسطيني وبالطبع نال جزء كبير من المحادثات ما يخص إعمار غزة خصوصا بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة وما قبلها بالطبع والجهود المختلفة المصرية لإعادة إعمار غزة في مختلف المجالات ولكن أيضا من أهم الكلمات في هذا المؤتمر الصحفي هو تأكيد دكتور مصطفى مدبولي على الدعم الدائم للدولة الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وأيضا فيما يوافق الأعراف الدولية بشكل عام هذه نقطة أيضا تحدث سيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني عن شكره الدائم لجمهورية مصر العربية والرئيس عبد الفتاح السيسي لما تقدمه مصر من نعم في جميع المجالات وتحدث أيضا عن العلاقة الوطيدة بين الشعب المصري والشعب الفلسطيني ولكن أيضا كان هناك تحديد هام في هذه المحادثات وهي بروتوكولات التعاون في المجالات المختلفة سواء كانت المجالات الخاصة بالبنية التحتية أو حتى التعليم أو النقل وهو ما تم بالفعل توقيع بعض البرتوكولات الخاصة بهذا النقاش ولكن كان هناك أيضا تأكيد على إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وكان هناك أيضا تأكيد من الجانبية على استمرار التعاون المشترك للحفاظ على القضية الفلسطينية والأرض الفلسطينية بالدعم الدائم وخصوصا الدعم فيما يتعلق بالتبادل التجاري المختلف وتوسيع التبادل التجاري وأيضا زيادة وتعزيز إيصال البضائع والمجالات المختلفة من مصر إلى داخل القلب الفلسطيني